هذا سائل فضيل الشيخ يقول هل يقع التقليد في مسائل الاعتقاد وذلك أن بعض أمور العقيدة تحتاج إلى إمعان في النظر وفحص ثاقب الأصل في من استطاع النظر في الأدلة أنه لا يقلد في دينه الرجال فمن كانت لديه الأهلية في أن ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها فإنه يلزمه ذلك ولا يقلد لا في العقائد ولا في الأحكام ومن لم تكن لديه هذه الأهلية فإن فرضه حينئذ سؤال أهل العلم سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا شامل أيضا للعقائد والأحكام فلا يكلف العامي أو من في حكمه ممن ليست لديه الأهلية في النظر في الأدلة والخلوص إلى الراجح من الأقوال بعد النظر في هذه الأدلة والموازنة بينها فإنه لا يكلف الاجتهاد وهذا شأنه فإنه حينئذ يكلف بما لا يطيق ولا يستطيعه فوالشرع بيّن وفرق بين العالم الذي عليه أن يستنبط من الأحكام وبين غيره من العامي أو من في حكمه ممن فرضه التقليد وسؤال أهل العلم وقال بالنسبة لمن لا يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مفهومه أن الذي يعلم لا يسأل أحد إنما بنفسه ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة إذا كانت لديه الأهلية ويستطيع التعامل مع النصوص على الطريقة الصحيحة المتبع عند أهل العلم فإن هذا لا يسأل لأن سؤال أهل العلم مقيد بمن لا يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومفهومه أن الذي يعلم وهو من يعرف الأدلة ويستطيع التعامل معها فإنه لا يسأل أحدا وإنما يستنبط بنفسه من الأدلة المقصود الشيخ بأنه يستطيع التعامل معها يعني مع الأدلة على القواعد المعروفة عند أهل العلم المدونة في كتب اللغة وكتب الأصول أصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها مما يحتاجه العالم مما يسمى عند أهل العلم بعلوم الآلة نعم نعم نعم